التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطع غزة وخلال استقباله وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي شدد الرئيس السيسي على اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطع غزة محذرا من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية مما يزيد من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي من جهته أكد وفد الكونغرس الأمريكي دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة في غزة على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة والدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات كما تطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع في السودان حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة في السودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جويس ميسويا إن معاناة سكان قطاع غزة تتجاوز ما يمكن لأي إنسان تحمله واخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في غزة أضاف جويس أنه لا يمكن التخطيط للمساعدات الإنسانية لأكثر من 24 ساعة ونددت بمضاعفة أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية منذ بداية شهر أغسطس وهو ما يجبر الفلسطينيين في غزة إلى التنقل باستمرار والعيش في حالة من عدم اليقين دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تحول دون تعرض موظف الأمم المتحدة للنيران الجيش الإسرائيلي وذلك بعد إصابة مركبة تابعة للمنظمة الدولية بالرصاص عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود إن بلاده طلبت من إسرائيل تصحيح المشاكل التي يعانيها نظامها والتي سمحت بحدوث ذلك وأضاف أنه بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس أصبح هذا النوع من الحوادث متكررا جدا قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس إنه من الضروري التوصل لاتفاق الوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وفي مقابلة على شبكة CNN أضافت نائبة الرئيس الأمريكي أنها لن تحجب الأسلحة عن إسرائيل وأشددت هاريس على أن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة دونالد ترامب وذلك في أول مقابلة تجريها بصفتها مرشحة الديمقراطيين لخوض السباق إلى البيت الأبيض وتعهدت هاريس باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك قال الرئيس الفرنسي منوال مقهان إنه يبذل كل الجهود في بحثه عن رئيس وزراء جديد لإيجاد أفضل حل للبلاد وأشار مقهان في مؤتمر صحفي في بلغراد إلى أنه سيتحدث إلى الفرنسيين في الوقت المناسب وفي الإطار الصحيح يأتي ذلك بعد مرور أكثر من خمسين يوما على حل مقهان الجمعية الوطنية حيث تواصل الحكومة المستقلة إدارة شؤون البلاد دع رئيس السينغالي ديومايفاي أوروبا إلى المساهمة بشكل أكبر في مكافحة عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بادرو سانشيز وصرح فايل الصحفيين في دكار أن الوضع في منطقة الساحل في مواجهة الإرهاب يتطلب تعبئة شاملة للمجتمع الدولي وخصوص أوروبا إلى جانب البلدان المعنية مضيفا أنه من المعروف أن القارتين الإفريقية والأوروبية مصيرهما الأمني مرتبط